الخبر الأول الذي عدنا عن تهجم متابعين نارين بيوتي على بيسان وأنس الشايب فبيسان نزلت على حسابها بالإنستغرام هذه الصورة وفعلي أنه تدخلوا على تعليقاتها في كل مكتوب جيش نارين بيوتي والأشخاص الذين ينتقدون ملابسها والأشخاص الذين يقولون عليها الزنخة ومن هذا الكلام السلبي فهذه هي الصورة يا حبايب قدامكم اكتبونا بالكومنتات هل هي تستعق هذا التهجم الذي تعرضت له أو لا الخبر الثاني الذي عدنا عن مفاجأات اليوتيوبر فأول يوتيوبر لعدنا هو بيسان اسماعيل وأنس الشايب فبيسان نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا البوست والذي كانت كاتبي بي حبايب يستنوا فيديو بكرة راح ينزل الساعة بالتسعة بتوقيت دبي فشنو تتوقعون هذا المقطع وحطت جزء بسيط تحمسنا للمقطع راح أضعو لكم يا شوفوا سامعي غنالي كيف بدك يا ليعيش ومحبوبي أذاري طير وربيت وعبريش سميته نصتاري من عمري أخذت ديش كل راح بسواري أما اليوتيوبر الثاني فهو ويسام تيكيت فويسام نزل على حسبها بالإنستغرام هذا الستوري اللي واحد من المتابعين قاعد يقول له ويسام أحكي أنه بكرة ما في فيديو وخلصنا فيرد عليه ويسام تيكيت شو عرفك وبعدها كتب لي جوا صح ما في فيديو بس عم جهز لشي كثير كبير خلوني بس أخلص معركتي مع اكتئاب الشتاء وبعدها نزل ستوري ثاني اللي واحد من المتابعين يقول له أنت دائما تقول هيج لما تقطع علينا فترة فيرد عليه ويسام تيكيت لا والله هذه المرة في شغلتين ضخمتين براسي بس بسبب الحجر اللي صاير حاليا هو اللي مانعه وآخر شي ختم هذا الستوري يقول أنه فقرة مأفل بالأيام القادمة راح تكون تموت ضحك فاكتبوني يا حبايا بالكومنتاج شنو تتوقعون المفاجآت اللي مجهزة ويسام تيكيت الخبر الثالث اللي عدنا عن أنس وأصالة وليش تجمدت المشاهدات على أغنيتهم الجديدة ولكن طبعا هي حاليا حلت المشكلة وبدأت تزداد ولكن أول من نزدت الأغنية ب20 دقيقة بس جابت 500 ألف مشاهدة وبعدها تجمدت وبعد ثلاث ساعات يلا ارتفعت المشاهدات بلي سأل عن السبب فأول من نزدت الأغنية يجعل لها ضغط كبير من المشاهدات هذا الشي نوعا ما صدم اليوتيوب فجمد المشاهدات على المود يتأكد أنه هل هذه المشاهدات اللي جدي حقيقية أو كانت وهمية طبعا المشاهدات بس كانت عدنا متجمدة فعندنا تواصل المشاهدات متجمدة فأناس نزع على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري والذي كانت يوضح بأن الأغنية وصلت لخمسة مليون مشاهدة ب13 ساعة بس وكاتب الله لا يحرمنا منكم طبعا عندي سؤال أحبائي بلكم بالكومنتات ياهل أجبتكم أكثر هل أغنية جديدة أم أغنية طول ما إحنا سوى الخبر الرابع اللي عدنا عن أحمد أبو الرب وتهجم المتابعين عليه بسبب استهزائه بأغنية أنس وأصالة جديدة فأحمد أبو الرب نزع على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري والذي كان المفروض يقلد به أغنية أنس وأصالة بطريقة مضحكة ولكن هؤلاء من المتابعين نعتبره لذي يسواه عبارة عن استهزائه سأضعكم هذا الستوري شوفوا جرحوني وعذبوني الجمعة يبعيوني حب ولميوني ياهو وبعدها نزل ستوري أهلا من خلال أنه اليوم رح ينزل مقطع رح يهبط به أغاني يوتيوبر ترقبوا فيديو بكرة هيكون عن أغاني اليوتيوبر تمام الخبر الخامس اللي عدنا عن محمد أجواني وهل رح يفضح بيسان اسماعيل أجواني نزل على قناة هذا المقطع واللي شاف المقطع ودخل بيه على الوصف رح يشوف أنه مكتوب كلمة أجواني وبعض الكلام وآخر شي كاتب فضيحة بيسان فبعض الأشخاص انتبهوا لهذا الموضوع والأشخاص اللي انتبهوا إليه أتوقعوا أنه جواني ممكن يكون دايستهزئ ببيسان أو دايه يهدد بفضيحتها خاصة أنه محمد أجواني أعلن قبل فترة بسيطة عن عودة باب الحارة وبس والله هنا وصلنا لها هذا المقطع أتمنى المقطع أجاوكم اشتركوا في القناة شكرا لكم في هذه المقاطمة من قصص وبس مع السلامة